اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما المناء مضرج على مئة او ثلاثم واضح؟ وهناك ما يسمى بالعيار هذا عيار يسمى بالعيار وهناك ابرة ابرة تشير الى تدرجة على المناء مئة او على المناء ثلاثم واضح؟ اذا هذا لكي يتم استعماله لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات الخطوة الاولى انه نركبه في الدارة الكربائية على التوالي نركبه في الدارة الكربائية على التوالي الخطوة التانية يجب ان يكون القطب الموجب للعمود مع المربط الموجب للأوم بيرمتر والقطب الساليب للعمود مع المربط الساليب للأوم بيرمتر لانه لقلبنا الأقطاب الابرة ما غاديش تبقى تمشيلية فوق الصفر غادي تمشيل تحت الصفر وما غاديش لقي سوال ها؟ اذا انت تمشي الابرة الاتجاه الآخر واضح؟ انتبه الخطوة التانية قبل اغلاق الدارة الكربائية يجب ان يكون العيار في اكبر قيمة لماذا؟ لكي لا يتلف هذا الجهاز لكي لا يتلف الجهاز بعد اغلاق قاطع الطيار فسيمر طيار كربائي في الطارة فتتحرك ابرت ابرت هذا الأوم بيرمتر عندما تتحرك يجب ان اقوم بتصغير قيمة العيار الى ان تكون الابرة ابرت قريبا في وسط الميناء واضح؟ طريقة القراءة اخذ القيمة التي تشير اليها الابرة مضروب في قيمة العيار مقسوم على عدد تدريجات الميناء اذا كنت تقرأ على مئة نقسم على مئة كنت تقرأ على الميناء تيال ثلاثين نقسم على ثلاثين واضح؟ اذا هذا فقط باش غير تعرفوا الجهاز من بعد غادي نديروا تجربة عمليا بالادوات نعم اذا هناك كذلك جهاز آخر هذا اسهل ما فيش ذيك العلاقة نقض الابرة الى كم تشير واضربها في العيار وقسم على عدد تدريجات الميناء هذا لا يوجد فيها كذا إلا فقط اضغط على زر من أجل الاشتعال زر الاشتعال ثم اركبه كذلك على التوالي بحيث القطب الموجة بيوجد في A هنا ينقلب على A في كين وكذلك القطب الآخر السليب يوجد في كومان كومان يعني مشترك لأن هذا الجهاز لا يقس لي فقط شدة طيار إنما يقس توطر يقس مدى المقاومة يقس مجموعة من القياسات إذن فيسمى X متر أو متعدد الاستعمالات جهاز رقمي متعدد الاستعمالات إذن وبعد ذلك يغير في العيار إلى أن يكون الرقم مناسب مثل شدة طيار مثلا فيها فقط رقمين أخذ العيار مثلا 20 أو 100 لا في جوج رقمين أخذ 20 في رقم واحد مثلا واحد 3 10 لا 10 من أخذها لأن فيها جوج أرقام وهكذا فقط إذن العيار يجب أن يكون مناسب مثلا عندي فقط قياس ديالي محصور بين أعداد صغيرة فيها الفاصلة أداء العيار فيها الفاصلة رقمين بعد الفاصلة أو 3 أرقام بعد الفاصلة وهكذا إذن هو أسهل أسهل لكن يجب أن نتعرف عليهم معا صامت ترجمة نانسي قنقر